اشتركوا في القناة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث على رغم اختصاره يتضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول توصيف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في القرآن وفي الأحاديث التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله المطلب الثاني في هذا الحديث بيان عظمة أفعال الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته والمطلب الثالث بيان عجز الناس عن وصف الله سبحانه وتعالى بالوصف الحقيقي له وإنما يصفونه بالمقدار الذي يطيقون وصفه من فهمه والذي علمهم الله سبحانه وتعالى كيفية ذلك الوصف لكن لا يدركون كنح حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى أما المطلب الأول يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك اسمه وتعالى ذكره وجل ثناؤه سبحانه وتقدس وتفرد وتوحد ولم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا أول لأوليته رفيعا في أعلى علوه هذا هو المقطع الأول من هذا الحديث الشريف إن الله تبارك اسمه البركة هي بمعنى الخير الثابت ولذا لجلوس الإبل يقال بروق بركة الإبل لأنها حينما تجلس تثبت لفترة طويلة على تلك الحالة ولا يمكن أو يصعب إزالتها عن جلوسها ولذا عبر عنه بالبروك البركة بمعنى الخير الثابت الله سبحانه وتعالى تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين التبارك التبارك حينما يعبر في الله سبحانه وتعالى يراد به دام خيره خير الله سبحانه وتعالى مستمر يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية فالله سبحانه وتعالى خيره شامل للجميع رحمتي وسعت كل شيء كما أن الله سبحانه وتعالى ذو خيرا كثير كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أسماء الله لها خير كثير وقد مر فيما مضى أن أسماء الله هذه الأسماء حينما تقول الخالق الرازق الرحمن الرحيم هذه الأسماء خلقها الله سبحانه وتعالى لفاقة الخلق إليها لحاجة الخلق إليها وقد ذكرنا فيما مضى أن الاسم غير المسمى هذه الأسماء أيضا خيرها كثير أنت حينما تبدأ سورة الحمد وكل سور القرآن استثناء سورة التوبة بدأت بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هناك كلمة اسم موجودة يعني أستعينه باسم الله هذا الاسم نحن نستعين به لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء الحسنى فالله تبارك اسمه طبعا هناك في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بعض المفسرين يذكرون أن المراد هو ذات الله سبحانه وتعالى وليس المراد الأسماء وإنما كان التعبير هكذا يعني بالله نستعين وكل المعنيين صحيح نحن كما نستعين بالله نستعين بأسماء الله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا بأن ندعوه بتلك الأسماء هذه الأسماء خيرها كثير وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مفتاح لرحمات كبيرة من الله سبحانه وتعالى فلذا الإمام يقول تبارك اسمه وتعالى ذكره ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى من أن يوصف بما لا يليق به كأن تصفه بالشريك أو الولد أو الصاحبة الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى عما يصفون هؤلاء يخرقون لله بنين وبنات صاحبة شركاء الله سبحانه وتعالى صفاته وذكره أجل من أن يوصف بما لا يليق به فلذلك أسماء الله توقيفية يعني لا يجوز لنا أن نبتدع اسما لله ووصفا لله وإنما نحن نتعبد بالشرع نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه فلذا وتعالى ذكره ذكر الله أعلى من أن يوصف بأوصاف لا تليق به وجل ثناؤه الجلال يعني الارتفاع هل يمكن لك أن تثني على الله سبحانه وتعالى كما هو أهله؟ كلا نحن نثني على الله لكن ثناؤنا لا يمكن أن يكون بمقدار عظمة الله سبحانه وتعالى وإنما بالمقدار الذي نتمكن من الثناء لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لنا أن نثنيه بما هو أهل له لعجزنا لأن الله سبحانه وتعالى غير متناهي كمالاته غير متناهية نعمه لا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فكيف تريد أن تثني على الله بما هو أهله؟ هل تتمكن أن تثني تذكر جميع كمالات الله؟ كلا هل تتمكن من إحصاء نعم الله سبحانه وتعالى واحدة واحدة لتثني على الله بتلك النعم؟ كلا وإنما نحن بمقدار الذي يمكننا نعم نقول الحمد لله كما هو أهله لكن المقدار الذي هو أهله مقدار غير متناهي ونحن لا يمكننا أن نحصي ذلك الغير متناهي ولذا جل ثناؤه يعني ثناؤ الله أجل وأعلى من أن نناله وأن نتمكن أن نثني على الله بما هو أهله بعد ذلك الإمام يقول سبحانه وتقدس سبحانه أصل الكلمة مفعول مطلق حسب ما يقول بعض علماء النحو يعني أسبحه سبحانا والتسبيح بمعنى التنزيح أسبحه سبحانا ثم للاختصار في الكلمة حذف الفعل والمفعول المطلق الذي هو سبحانا وضيف إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه وتعالى فصار سبحانه وفي بعض الآيات مثلا سبحان الله هكذا بدال ذكر الضمير يذكر الاسم الظاهر سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وتقدس القدس بمعنى الطهارة يعني الله سبحانه وتعالى لا نقص فيه لا نقص مادية فيه ولا نقص معنوية فيه وإنما هو الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يكون فيه نقص من أي جهة من الجهات سبحانه وتقدس وتفرد وتوحد التفرد بمعنى في الخلق والتدبير هو الفرد في الخلق والتدبير لا خالق آخر إذا عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طير بإذن الله فخلق عيسى إنما هو بإذن الله إذا هناك ملائكة يدبرون أمر الكون والمدبرات أمراء إنما هو بإذن الله يعني الله هو الذي أعطاهم هذه القدرة وأمرهم بذلك التدبير فهم يدبرون كما يريد الله سبحانه وتعالى وبقدرة حباه الله إياهم وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فإذن الله متفرد في الخلق وفي تدبير أمور الخلق وتوحد التوحد يعني لا شريك له لا صاحبة له لا ولد له فالتفرد بالنسبة إلى فعله من الخلق والتدبير والتوحد بالنسبة إلى ذاته يعني لا شريك له ولا ولد ولا صاحبة وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ لم يَزَلْ يعني وجوده لا بداية له ليس مسبوقا بالعدم ولا يزال وجوده مستمر ولا نهاية له وهو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في سورة الحديث هو الأول الأول يعني لا شيء قبله ليس بمعنى البداية من مكان من زمان كالأوائل عندنا نقول أول إنسان هو آدم عليه السلام يعني لم يكن ثم كان قبل غيره نقول أول كوكب الكوكب الكذائي أول نجمة النجمة الكذائية أول من اكتشف هذا الأمر فلان يعني لم يكن قبله ثم كان الأول في الله ليس بهذا المعنى أنه لم يكن فهو أول الوجودات يعني ثم كان كلا هذا محال عقلا لا يمكن العدم على الخالق فالأول في الله سبحانه وتعالى يعني لا شيء قبله والآخر في الله بأي معنى يعني لا شيء بعده والآخر يكون بعد فناء كل الأشياء والظاهر والباطن شنو معنى الظاهر والباطن الظاهر يعني بآثاره وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أنت أي موجود أي مخلوق من المخلوقات إذا رأيته فهو الدليل على وجود خالق له فالله سبحانه وتعالى الظاهر في آثاره وآثاره موجودة تحيط بالإنسان من كل جوانب الله ظاهر ليس بمعنى الظهور للحواس بحيث أنك تراه بالعين الله أجل من ذلك أو مثلا بسار الحواس تحس به الله أجل من ذلك وإنما الظاهر بآثاره هذا أحد معنيي الظاهر والمعنى الآخر للظاهر هو الغالب لأن الظهور من معانيها الغلبة ليظهره على الدين كله يعني الدين الإسلامي يغلب جميع الأديان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أو في آية أخرى إنهم إيظهروا عليكم إيظهروا يعني إيغلبوا عليكم الله سبحانه هو الظاهر يعني دليل وجوده في كل شيء موجود بآثاره وهو الظاهر يعني الله غالب على أمره لا أحد يتمكن من أن يغلب إرادة الرب سبحانه وتعالى هذا المعنى الظاهر زيان شنو معنى الباطن؟ والباطن الباطن بمعنى أن ذاته غير قابلة لأن تحسب الحواس هل يمكن أن تلمس ربك؟ كلا هل يمكن أن تشمه؟ أن تذوقه؟ تتذوقه؟ أن تراه؟ أن تسمع ذاته؟ كلا هذا كل من المستحيلات وإنما الله سبحانه وتعالى أعلى من الحواس نحن حواسنا تناسب الماديات فترى أو تشعر بالأشياء المادية ليس كل الماديات بعض الماديات وإلا البعض الأخرى من الماديات الإنسان لا يشعر بها الروح لا يمكنك أن تحس بالروح إلا عن طريق آثارها الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هناك كثير من الأمواج موجودة هذه أشياء مادية الإنسان لا يمكن أن يشعر بها فما بالك بالشيء الذي هو مجرد عن المادة ليس بمادي خالق للماديات وهو الله سبحانه وتعالى والذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة لأنهم تمسكوا ببعض الآيات المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة مع أن الآيات المحكمة كقوله ليس كمثله شيء وكقوله لا تدركه الأبصار هذه آيات محكمة تفسر الآيات المتشابهة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة لا بمعنى النظر بمعنى رؤية الله سبحانه وتعالى على كل حال فهو الباطن بمعنى أنه باطن بذاته لا يرى ولا تدركه يعني تدرك حقيقته العقول والأوهام هل يمكن لعقلنا أن يدرك حقيقة كنه ذات الله كلا أوهامنا كلما سارت فالخيال لا يمكنها أن تصل إلى إدراك حقيقة كنه ذات الله سبحانه وتعالى فهو الباطن الظاهر والباطن فلا أول لأوليته الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لا أول لأوليته يعني لم يبتدئ من مكان حتى تقول هنا البداية كما في الماديات يقال الأول يعني البداية قبل البقية كلا لا أول لأوليته يعني لا بداية له رفيعا في أعلى علوه أعلى علوه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعني في علوه الأعلى الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش درجاته رفيع جدا وهو مالك الوجود بأسره سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه الله سبحانه وتعالى رفيع بالذات وعال في الذات لا كحكام الدنيا علوهم عرضي وقتي إن فرعون على في الأرض أيام معدودة ثم أخذه الله سبحانه وتعالى نكال الآخرة والأولى وأغرقه وجميع حكام الدنيا والذين هم لهم علوه هذا علوهم عرضي ليس بالذات علو الله بالذات ولذلك لا زوالة لهذا العلو هذا بالنسبة إلى المطلب الأول والمقطع الأول في هذا الحديث الشريف اللي هو توصيف الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه طبعا هذه الصفات المذكورة هنا قد مرت في حلقات ماضية وذكرناها بتفصيل لذلك هنا اختصرنا في بيانها ثم بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى بيان مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله وأنها عظيمة جدا لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله سبحانه وتعالى له مخلوقات عظيمة طبعا عظيمة بالنسبة إلينا وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كل الوجود بأسره كلا شيء نسبته إلى الوجود متساوية نسبة الذرة أو المجرة إلى الله كلها مخلوقات لله وبإرادة خلقها ولا فرق بين خلق ذرة أو مجرة لكن بالنسبة لنا هناك موجودات عظيمة آيات كبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فأفعال الله عظيمة وصفاته ومخلوقاته أيضا عظيمة لذا الإمام في المقطع الثاني ينتقل إلى هذا الأمر شامخ الأركان الشموخ هو الاستطالة والعلو كما في هذه الآية في سورة المرسلات وجعلنا فيها رواسية شامخات يعني جبال مرتفعة جدا شامخ الأركان الأركان قد يقال إن المراد بها هنا المخلوقات التي أمرها الله سبحانه وتعالى بتدبير أمور الخلق يعني المدبرات المدبرات أمرها هذه الملائكة هذه ملائكة الله سبحانه وتعالى جعل لها العلو والرفع والقدرة والعلم ولذلك تدبر هذه الأمور بإذن من الله سبحانه وتعالى الله لم يأمر عاجزا جاهلا عن التدبير وإنما الله سبحانه وتعالى أقدرهم هؤلاء الملائكة وأعلمهم وأمرهم وجعلهم معصومين فينفذون الأوامر بدون أي خطأ ولذلك القوانين التي توجد في الكون هذه ظاهرها هي قوانين طبيعية والواقع هو التدبير من الملائكة لذلك لا خطأ في قوانين الكون لأن الذي يدبر هذه القوانين الملائكة بأمر من الله لهم القدرة ولهم العلم ولهم العصمة شامخ الأركان رفيع البنيان يعني البنيان الذي بناه الله سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السماوات آيات كبرى لله سبحانه وتعالى ولها الرفع عظيم السلطان سلطنة الله سبحانه وتعالى سلطنة عظيمة أما سلاطين الدنيا فسلطنتهم موقة محدودة زائلة عظيم السلطان منيف الآلاء الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان هي النعم العظيمة منيف يعني بمعنى الزيادة وبمعنى الإشراف الله سبحانه وتعالى نعمه العظيمة يزيدها دائما نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وآلاؤه لا تنقطع كل يوم هو في شان الله سبحانه وتعالى يفيض النعم في كل يوم وفي كل لحظة سني العلياء السناء هو الرفع يكاد سنى برقه يعني علو البرق الذي موجود يذهب بالأبصار سني العلياء العلياء بالآصل بمعنى السماء بمعنى رأس الجبال بمعنى المكان المرتفع وهنا لعل المراد من سني العلياء يعني أفعال الله سبحانه وتعالى تليق بذاته فالله سبحانه وتعالى لا يفعل اللغ ولا العبث ولا الله وإنما كل أفعاله بحكمة وأفعاله تليق بذاته المقدسة الذي عجز الواصفون عن كنه صفته لا يتمكنون من أن يصفوا حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة إلى المقطع الثاني المطلب الثاني في هذا الحديث بيان عظمة أفعال الله ومخلوقاته ثم المقطع الثالث في بيان عجز الناس وحتى الملائكة عن الوصف الذي يليق بذات الله سبحانه وتعالى وهو حقيقة ذاته كلا وإنما نحن بمقدار ما نتمكن من معرفته الله سبحانه وتعالى علمنا فنصفه بما علمنا وحتى هذه الصفات التي نحن نصف الله سبحانه وتعالى بها لا ندرك حقيقة تلك الصفات وإنما معرفة إجمالية ضبابية حينما نقول أن الله خالق هذا المقدار نعلم بأن الأشياء لم تكن موجودة ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى لكن ما هو حقيقة الخلق وكيف تم هذا الخلق لا نعلم لأن هذا يرتبط بقدرة الله وقدرة الله عين ذات الله وعين ذات الله كنهها مجهولة لنا لا يمكننا أن ندرك تلك الحقيقة نحن ذكرنا فيما مضى نحن حقائق الأشياء التي موجودة عندنا لا نعرفها لا نعرفها الماديات ما هي حقيقتها نعلم ظاهرها نعلم آثارها أو بعض الآثار لكن حقيقة تلك الأشياء مجهولة حتى علماء الطبيعة وعلماء العلوم التجربية يقرون بأنهم لا يعلمون حقيقة الأشياء وإنما يعرفون ظاهر الأشياء وبعض أوصافها فما بالك بخالق الأشياء الذي هو ليس بمادي أنت المادي الذي تألفه لا تدرك حقيقته فكيف بالشيء الذي هو ليس بمادي لذا يقول الذي عجز الواصف عن كنه صفته ولا يطيقون حامل معرفة إلهيته يعني حقيقة الإلهية ما هي حقيقة الألوهية لا يمكن أن ندرك الحقيقة وإنما نعلم مقدار وكلما الإنسان ازداد علما وقابلية يزداد معرفة ومعرفة الله سبحانه وتعالى لا حدود لها لا نهاية لها لذا الله سبحانه وتعالى باستمرار يفيض المعرفة على الرسول وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام روايات كثيرة ستأتي في باب الحجة إن شاء الله تعالى بأن أرواح الرسول والأئمة في كل ليلة جمعة الله سبحانه وتعالى يرسلها إلى العرش فتطوف حول العرش ثم ترجع إلى أجسادهم إن كانوا في الدنيا أو في إذا كانوا في البرزخ في الأجساد المثالية بتفصيل سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ترجع إلى أجسادهم والإمام يقول فترجع وقد استفدنا علما شنو هذا العلم الذي استفادوه هذا علم زيادة معرفة بالله سبحانه وتعالى هي معرفتهم عالية جدا لم يصل إليها مخلوق ولن يصل لكن لأن الله غير محدود وغير متناهي فمعرفة الله سبحانه وتعالى أيضا غير متناهية فالله سبحانه وتعالى باستمرار يفيض يفيض عليهم المعرفة الإنسان بمقدار قابليته لكن بمقدار حقيقة الله سبحانه وتعالى كلا لأن المحدود لا يمكن أن يستوعب أن لا محدود ولا يطيقون حمل معرفة إلهيته ولا يحدون حدوده يعني ليس لله حدود حتى تذكر تلك الحدود عكس المجسمة الذين تمسكوا بآيات متشابهة وتركوا الآيات المحكمة يتصور أن الله سبحانه وتعالى محدود الرحمن على العرش استوى يفسر على أنه جالس على العرش يعني محدود بحدود العرش وهذا حد لله سبحانه وتعالى مع أن الله ليس كمثله شيء لا تصف الله سبحانه وتعالى بما تصف نفسك من الجلوس على الكرسي مثلا وإنما الرحمن على العرش استوى يعني استولى على الملك كما مر مفصلا هذه آية متشابهة تفسرها الآيات الأخرى المحكمات ولا يحدون حدوده يعني لا يتمكنون من أن يبينوا له حدا لأن الله ليس بمحدود من باب السالبة بانتفاء الموضوع ولا يحدون حدوده لماذا يعجزون عن وصف كنه صفته لماذا لا يطيقون حمل معرفة إلهيته لماذا لا يحدون حدوده لأنه بالكيفية لا يتناهى إليه أنت لك كيف ذهنك عقلك فكرك وهمك هذه كلها محدودة لها حدود وألفة المادة فهل يمكن أن أنت بهذه الكيفيات التي تحيط بك أن تصف الله سبحانه وتعالى بكون هذاته كلا لأن الله ليس له كيف الكيف بانصفات الماديات إذا كيف نفساني من صفات الناس والله سبحانه وتعالى أجل من أن يوصف بالكيفيات النفساني وإذا المراد من الكيف الحدود المادية فالله سبحانه وتعالى ليس ماديا حتى يكون له حدود لأنه بالكيفية لا يتناهى إليه لذلك أنت تشوف أنه مثلا عبادة الأصنام حينما يرسم صنما أو ينحت صنما ينحته بشكل مثلا حيوان أو بشكل إنسان لأنه هو محدود يتصور أن الكمال في هذه الصورة وفي هذا الشكل لذا يرسم الصنم بهذه الصورة ينحت الصنم بهذه الصورة لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل أحد إليه عبر الكيفيات أنت لازم تتجرد من الكيفيات ليس كمثله شيء فإذا تجردت من الكيفيات لا يمكنك أيضا أن تصل إلى حقيقة ذاته تعلم بأن الله موجود وأنه يتحلى بصفات الكلام من الكمال من العلم والقدرة وما إلى ذلك وأنه منزه من صفات النقص هذه تعلم به لكن حقيقة هذه الأمور لا يمكنك أن تصل إليها هذا بالنسبة إلى حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الثاني من باب جوامع التوحيد بعد ذلك هناك أحاديث سنتطرق إليها في حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله